موسيقى في حضرة إدلب اليوم لا تسابق لغة بلاغة الصورة تتداع المشاهد على القلوب كما تداع الأكلة على هذه الأرض إحراقا وتدميرا هنا أجساد ناءت بأحمالها بعضها لم يحزم متاعه لأول مرة بل هو موقف تجدد نقله من أرضه الأولى إلى أخرى في موسم سابق وسم بالهجرة إلى الشمال وهناك آخرون لم يبق لهم في حجارة المنزل المتروك إلا مرارة فقد وموت لكن ما يلف الجميع ذهول الفكرة هل سنعود إلى تلك الأرض ثانية أم أنها صارت دوارس ذكرى خلف أفق غشية الضباب ينطق أبو العلاء المعر من بطن مدينته اليوم إن تعمر الدنيا فلا بد من يوم ردا يتركها خاوية فهرب من الإنس إلى الوحش كي تسكنا في الدوية الداوية والداوية هي الفلاة وإليها كان الركب سائرا اليوم عن إدلب وما سيكون فيها حلقة الليلة من مؤشر الحدث فهلا بكم فرادا وجماعات نزح أهل معرة النعمان والقرى المحيطة بها قدر المعرة أنها على الطريق الدولي الرابطي بين دمشق وحلب وقدرها أن فتح هذا الطريق أبرز بنود التفاهمات بين الدول الضامنة في أسنى وسوتي وقدرها أيضا أنها ثارت مبكرا في وجه الأسد هيئة تحرير الشام فبقيت وحدها اليوم تنتظر مصيرها عن إدلب والطرق الدولية والتفاهمات بشأنها نتابع التقرير التالي ونعود للنقاش اتفاق سوتي المتحكم بمصير إدلب والراسم لمسارات الآليات العسكرية وخرائط السيطرة يتخذ شكلين أحدهما علني يمنح المتشاركين بالحديث لذة الانتصار وآخر علني أيضا لكنه دموي تدميري منه للحياة بكل أشكالها بين أيلول 2018 واليوم تغيرات كبرى طرأت وتطرأ على إدلب المتغيرة بين لحظة وأخرى باتجاه مجهول مع الزحف المتواصل لقوات الأسد وروسيا في العمق الأخير والأكبر لمناطق المعارضة وأكثرها كثافة سكانية وأشدها بوسا نهاية الحياة في أجزاء إدلب الجنوبية والشرقية تأتي في إطار التنفيذ الخشن لاتفاق سوتي وقد يكون الأسلوب ضمن حدود الاتفاق ولا أحد يعلم أو يعلم ويخفي لكن المؤكد أن مئات الآلاف حاضرون للحقيقة بأشنع تجلياتها مع إخراج إدلب من عباءة مناطق خفض التصعيد التي تهاوت جميعها وإدخالها تحت مظلة خاصة محدودة الأطراف بتركيا وروسيا عبر اتفاق أبرم في مدينة سوتي الروسية وأطلق عليه الاسم ذاته تيمنا بالمنتجع الذي جمع الطرفين لإخراج وثيقة من عشرة بنود تنص على وقف الحملات العسكرية ونشر نقاط مراقبة من قبل روسيا وتركيا وإخلاء منطقة وتسميتها منزوعة السلاح على أن تدار المنطقة بإشراف تركي مع جهود لتخفيف حدة تمدد التنظيمات التي يتفق عليها الطرفان أي روسيا وتركيا وأبعادها عن الواجهة على أقل تقديم لكن خروق التنفيذ من روسيا والأسد من جهة وعجز تركيا وربما انشغالها بملفات أخرى أعاد المنطقة إلى نقطة الصفر عدة مرات فانهار وقف إطلاق النار وانهارت المنطقة المنزوعة السلاح وحصرت بعض النقاط التركية وأخرى تراجعت تحت ضغط المعارك والقصف البنود العلنية تتحدث باقتضاب عن الطرق الدولية التي تمر من إدلب ومحيطها من محافظات حلب وحماوى اللاذقية وتتخذ في طياتها صياغة ودية لحلحلة أمرها من تسيير دوريات مشتركة وإعادة تفعيلها وحمايتها وتجهيز معابر تضمن استمرارية التدفق وتنظيمها لم تحمل الشرايين الواصلة بين حلب ودمشق وحلب واللاذقية من الشريان سوى لون الدم الذي سال من سكان وأهل المناطق التي وضعتها الظروف في محاذاتها أو ضمن مسارتها الزحف الدموي من قبل الأسد وروسيا بدأ على مراحل عدة وأخذ منحا شديد الوحشية في العام الحالي الذي شهد حتى اللحظة حملتين كاللفتاء المعارضة خسارة قرابة مئة قرية وبلدة ومدينة كانت نابضة قبل محوها القدم المنظم والمترافق مع الصمت لا يشي بأن حدوده الحالية التي وصلت حتى معرة النعمان تكفي لتشبع رغبة روسيا أو يمنحها القدرة على القبول إذ أن مناطق أخرى ما زالت ضمن القائمة منها ما يقع على الطريق المشترك في ريفي حلب الغربي وإدلب الشمالي ومنها على الطريق الواصل إلى اللاذقية الذي يشمل غرب إدلب وجنوبها وتبقى الحدود مفتوحة طالما أن طاولة مفاوضات تستقبل متفاوضين وطالما أن ننزياح الخرائط مستمر ليلة الحديث أكثر حول هذا الموضوع أرحب بضيوفي هنا في أستوديو الدكتور سمير صالحة الأستاذ في العلاقات السياسية والدولية وسيد عبد المجيد بركات عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري ومعنا من أنطاكي عبر الأقمار الصناعية المقدم محمد حمادو القائد السابق في الجيش الحر أرحب بكم جبيعان وأبدأ معك دكتور صالحة الوفد التركي إذن في موسكو منذ ثلاثة أيام ما يرشح الآن من تصريحات يتحدث عن إمكانية قيام روسيا بهدنة بالفعل خلال الساعات القادمة ما سقف ما يمكن الوصول إليه اليوم بين الطرحين صحيح مساء أكير الجميع أولا مهم هذا السؤال كثيرا برأيي لأنه نقطة أساسية أنه هدنة جديدة ما الذي تعنيه هذه الهدنة يعني هدنة جديدة على أن يعود النظام بالتنصيق مع روسيا التي تشارك مباشرة في العملية العسكرية والآن تريد أن تذهب بمنح الهدنة لذلك أنا موضوع الهدنة لا أثق به كثيرا إذا لم يكن فيه تفاهمات حقيقية تختلف عن التفاهمات السابقة فأظن أن المسألة ستستمر بهذا التعقيد ليس فقط عسكريا بل سياسيا أيضا هذه النقطة أولى رأيي الشخصي هذا نقطة ثانية مهمة طيب لنفترض أنه صار فيه هدنة ما الذي سيتم بعد ذلك هذه الهدنة الآن تتم كما تعرفين أنت أيضا وسط ظروف ومعطيات ميدانية عسكرية سياسية جديدة في التعامل مع موضوع إدلب تحديدا كنا نتحدث عن سوتي الآن النظام يواصل هذه الخلقات وهذه العمليات العسكرية موجود الآن حسب المتابعة أبراج مراقبة تركية برجين كما أنا فهمت اليوم ربما ضيوفك يعرفون أفضل مني هذه المعلومات الميدانية الثرمان ومعطيات يعني هما وسط حصار من النظام صحيح يعني هذه أيضا تعكس حقيقة أنه السوتي لا أين تذهب يعني السوتي القديمة ما الذي سيأتي الآن الآن في نقطة ثالثة لنقطيل ربما نناقشها خلال الحديث أنه التصور الآن الذي يتقدم على غيره من السيناريوهات هو أنه في سوتي إما جديد معدل بصيغة جديدة بتفاهمات جديدة لكن على ضوء ماذا هذا التحليل سيكون على ضوء الموطيات الميدانية على الأرض يعني النظام الآن يصر على التقدم مجموعات النصرة هل هي فعلا في خط المواجهة ستبقى أم لا لأنه في مطلب أساسي في هذه العمليات أنه الشماعة أو الظريعة دائما هي هذه المجموعات موجودة وتركيا لم تلتزم بتفاهمات إخراج هذه المجموعات من المشهد في إدلب وجوارها الآن هل فعلا هذه العملية ستستطيع إعطاء النظام وروسيا ما تريده في موضوع النصر يعني أكثر من مادة برأيي عالقة وتحتاج إلى نقاش نعم مقدم حمادو يعني بناء على هذا الكلام كيف يمكن أن نتوقع خرائط جديدة في هذه المنطقة يعني ما هو المدى الذي يصل إليه النظام وتصل إليه روسيا اليوم وتنزع هذه الشماعات التي تحدث عنها السيد صالحة تحياتي لك والسادة المشاهدين الكرام والرحمة على أرواح شهدائنا الأبرار أولا دعونا نتكلم عن الهدف التكتيكي والهدف الاستراتيجي لهذه العملية العسكرية التي تديرها القوات الاحتلال الروسي الآن لا شك أن الهدف التكتيكي هو السيطرة على الطريق الدولي M4 والطريق الدولي M5 هذا يعني تأمين خط بري من قاعد تحميميم إلى حلب وتأمين خط بري من دمشق إلى حلب فيما بعد هناك هدف استراتيجي لهذه العملية إذا حققت هذه العملية نتائجها سيكون هناك هدف استراتيجي وهو تأمين طريق للقوات الايرانية طريق بري من معبر الياروبية إذا ما تم الاتفاق لاحقا بين الروس وبين قوات سوريا الديمقراطية سيتم تأمين طريق بري للقوات الايرانية عبر معبر الياروبية لتصل إلى اللازقية وإلى دمشق وبالتالي تكون ايران قد حققت انتصارا ساحقا واستغنت عن معبر التنف التي تتمركز فيه القوات الايرانية هذا الاشتراع ننتقل فقط إلى نقطة أخرى لماذا قد تكون روسيا اليوم مهتمة بتأمين الطرق من أجل ايران توافقات دولية ومصالح دول بين بعضها حتى روسيا اليوم لها هذه المصلحة طيب هل تعتقد أن هذا أن هذا الطريق هل تعتقد أن هذا هو الطريق الأمثل أو الأنسب بالنسبة لإيران يعني إيران كانت تريد الطريق الذي يمر من التنف لأنه أقصر حتى بعضة الكيلومترات وجغرافيا أسر ولذلك هي ربما تحشد في الشهر هو طريق التنف طريق التنف هو أقصر ولكن القوات الأمريكية موجودة في قاعة التنف لن تسمح لإيران في السيطرة على هذا الطريق لابد من إيجاد بديل في العمليات العسكرية وهنا قوات أمريكية أيضا موجودة قربة الطريق الدولي الامفور القوات الأمريكية سيتم الاتفاق حسب اعتقادي أنا أقول وربما تتجي الأمور بهذا الاتجاه ربما يحصل هناك توافق روسي مع قوات سوريا الديمقراطية وقوات سوريا الديمقراطية يعني أنا أعتقد هي جزء من النظام لم تخرج من عباطة النظام أبدا طيب نعم ربما يحصل هذا الأمر وهذه الطرقات هي مهمة بالنسبة لروسيا وبالنسبة لإيران اليوم يعني قاعد تحميمين عندما يتم تأمين لها طريق بري باتجاه حلب باتجاه المنطقة أفوا باتجاه المنطقة الشرقية كهدف عسكري استراتيجي هذا يعني من الأهداف الاستراتيجية للروس والإيرانيين في آن واحد طب بمعنى نتحدث عن الطرق الدولية مقدم حمادو ما هي الفائدة التي يرجوها النظام اليوم من الطريق الدولي ولذلك يصر كثيرا ربما على هذه العملية العسكرية لجانب حليفي روسي بطبيعة الحال يا سيدتي أولا لنحدد المصطلحات اليوم لا نستطيع أن نقول النظام النظام لا وجود له من الناحية العسكرية ولا الاقتصادية ولا السياسية اليوم نتحدث عن قوات احتلال روسي وإيراني في سوريا لا يوجد نظام هذا النظام هو عبارة عن عصابة تشرعن هذا الاحتلال فقط هذه بصلحة روسية إيرانية مشتركة لكن روسيا تصدره على الأقل من أجل الحل السياسية هل تعتقد أن المصالح الاقتصادية لأنه يشرعن تصدره روسيا تصدره لأنه يشرعن احتلالها لسوريا هذه النقطة المهمة في الحديث نعم هي مصالح روسية هي مصالح دولية هي خلافات دولية يعني نستطيع أن نقول عبارة عن خلافات دولية تحدث على أرض سوريا اليوم دعني أعود إلى النقطة التي طرحتها لك في البداية ما هي الخرائط التي نتوقع أن تقف عندها العمليات العسكرية الآن أو حتى يعني يقف عندها أو يرسمها أي تفاهم قادم بين تركيا وروسيا هناك الجانب التركي أيضا الذي يعني يمكن أن يفاوض أن يوقف مصالح البعض أو أن يناور على الأقل في هذه المنطقة نعم الجانب التركي يستطيع ولديه العديد من أوراق القوة التي يضغط عليها على الجانب الروسي وعلى الجانب الإيراني ويستطيع إيقاف هذه العملية ويستطيع إيقاف شلال هذا الدم تجاه الشعب السوري في حال أنا لا أعتقد سيتم ستتوقف هذه العملية يعني ربما تستمر هذه العملية مدة طويلة ربما تستمر مدة طويلة ولكن أعتقد حسب من الناحية العسكرية أعتقد أن الهدف هو حصر ما تبقى من قوات المعارضة ضمن منطقة ضيقة التي هي إدلب المدينة التي لا تتجاوز حوالي 2500 كم مربع يتم حصرها في هذه المنطقة فيما بعد ربما يحصل هناك سيناريو عسكري آخر ربما يتدخل التحالف الدولي بضرب هذه القوات بحجة أنها تنظيمات إرهابية وبحجة أنها تنظيمات فيها قيادات من تنظيم القاعدة يعني السيناريوهات العسكرية هنا في هذا المجال صعب التكاهم بها ولكن في حال ضغطت تركيا وأرادت إيقاف هذه العملية ربما تقف عند حدود سراقب عند حدود سراقب طيب بناء على هذا الكلام سيد بركات وإذا كان بالفعل نتاج هذه الحملة العسكرية هو إدلب المدينة والشمال الغربي باتجاه الحدود اتفاقيات كهذه السبق أن عقبت أنها تجري بين أطراف بشكل تفاهمات أو حتى اتفاقات خطية لكن ليس لها غطاء أو شرعية دولية إذن ما هو أفق أي اتفاق أو تفاهم؟ يمكن أن يوقف العملية العسكرية اليوم ومن ثم يمكن أن تنهار هذه الاتفاقات بشكل أو بآخر لاحقا يعني هذه الاتفاقيات أولا مساء الخير لك الأستاذي الضيوف والمشاهدين يعني بداية هذه الاتفاقيات هي اتفاقيات تأتي ضمن ظروف عسكرية وهي اتفاقيات ضمن مراحل معركة مستمرة فبالتالي هذه الاتفاقيات هي غير ملزمة بالمعنى الدقيق لكل الأطراف فليس فقط للأطراف الموقعة ربما أي جهة تستطيع التملص من هذا الاتفاق كما تعمل روسيا دائما وتجيب تركيا بشكل دائم بأننا غير قادرين بشكل دائم أن نضبط على تصرفات النظام فبالتالي هذا أحد الأساليب التي تقوم بها روسيا من أجل خرق هذه الاتفاقيات بالمقابل هذه الاتفاقيات لديها شروط منذ البداية وفق عليها الطرفين لتطبيقها لم يطبق الطرفين ربما الشروط بشكل كامل وبشكل دقيق لذلك نتوقع أن تستمر هذه الاتفاقيات ولكن بالمقابل عادة عندما تتغير معطيات المعركة ميدانيا وتفرض ظروف دولية جديدة يسعى أيضا الطرف الآخر إلى خرق هذه الاتفاقية كون يعتبر بأن هذه التغيرات هي لمصلحته وبالطالي يستطيع أن يفرض شروط أفضل هذا ما حدث الآن في إدلب ربما كانت العملية السياسية التي بدأت في جينيف لها يعني أعطت لي النظام وأعطت لي روسيا ربما منصة للتحدث في هذا الأمر وبمنصة أيضا لشرعنت بشار الأسد ونظام السوري قانونيا وعطاه دافع من أجل الاستمرار في هذه العمليات العسكرية ولاحظوا أن مع بدأ العمليات العسكرية بدأ الانسحاب من الالتزامات السياسية انصح التعبير في جينيف ومن اللجنة دستورية هذا الأمر ينعكس دائما وبشكل دائما ميدانيا وعسكريا ودائما يسعى نظام السوري لاستغلال هذه الفرص عندما يكون هناك جمود دولي عندما يكون هناك استعصاء دولي وخلافات دولية بين الدول المؤثرة في الملف سواء في تركيا أو المجموعة العربية والأوروبيين وتركيا وتركيا والأمريكان إلى آخره كل هذه الخلافات تعطي للنظام السوري فرصة للتمدد وفرصة أيضا لفرض أوراق ميدانية عسكرية جدية تنعكس بشكل أو بآخر على الملف والتعاطي السياسي في النهاية لذلك أعتقد بأن استمرار هذه العملية العسكرية يعطي أيضا فرصة للنظام بالتملص من التزاماته السياسية ولكن بالمقابل هذه الاتفاقية التي وقعت أو هذه الهدن والاتفاقيات الثنائية التي وقعت لا تعطي للطرفين الالتزام الكامل قانونيا وهذا ما يعني يبحث عنه الروس بشكل دائم وهذا ما يعدي إلى هذه النتيجة في كل مرة بذلك نسأل اليوم ما هي قيمة أي تفاهم قد يحدث وسيبقى المدنيون ربما في البطر عندما يكون هناك اتفاقيات العسكرية عندما تكون بين الطرفين عندما يحقق الردع بين الطرفين فعليته تكون هذه الاتفاقيات قوية ميدانيا ولكن عندما لا يكون هناك ردع حقيقي هذا متعلق بقدرة الطرفين على تنفيذ الاتفاقي يعني هو معرفة قوة الطرفين وتوازن في القوى فعادة تأتي هذه الاتفاقيات ثمارها ولكن في الحالة التي نعيشها الآن في إدلب أعتقد بأن مفهوم الردع ليس محقق بالشكل الدقيق وبالمقابل النظام لديه سلطة أقوى ولديه قوة عسكرية أقوى تفرض يستطيع من خلالها فرضية جديدة ميدانية وهذا الأمر أيضا أدى إلى ربما هو ليس أمر حديث هو بدأ منذ أكثر من أربع سنوات عندما بدأنا نخسر المقاط الاستراتيجي التي كانت فترة من الفترات تشكل ردعا للنظام وربما كانت تأتي هذه الاتفاقيات ثمارها نعم دكتور صالحة الردع من الطرفين لماذا لم يطبق؟ يعني نسأل اليوم أكثر هذا السؤال على الجانب التركي هل تركت تركيا اليوم فرصة لروسيا حتى تقوم بهذه العملية العسكرية من حيث عدم ربما ضغطها باتجاه تنفيذ التزامات سوشي صحيح يعني أنا رأيي الشخصي أنه كلا الطرفين كلا الجانبين مسؤول هنا وربما لم يلتزم بتفاهمات سوشي تماما كما تم الاتفاق عليها الجانب التركي في موضوع النصرة كان يعني برأي من المفتد وهذا قلناه باستمرار وكرناها أكثر من مرة أنه ضرورة إخراج مجموعات النصرة من المشهد ومن المعادلة بأسرع ما يكون لأنه ستنعكس على المشهد الميداني والعسكري والسياسي في إدلب تحديدا ومع الأسف هذا الذي حذرنا منه طيلة الأشهر الماضية بقيها عالقا حتى الآن لكن في المسؤولية الروسية مع النظام هنا أنهم دائما حاولوا أن يلعبوا هذه الوراقة لتبرير كل هذه الخروقات الميدانية والعسكرية يعني المشروع الروسي بتنصيق مع النظام برأيي خارج موضوع جبهة النصرة الآن بدأ يظهر إلى العنان في هذه العمليات وهذه الخروقات لماذا؟ لأنه الآن نرى بشكل واضح أن هذا الاستهداف غايته أولا لعب ورقات المدنيين ضد تركيا في المنطقة ككل تحويل هذه المسألة مسألة تحرك المدنيين بعشرة الألاف من مسألة نزوح إلى مسألة لجوء بالنسبة لتركيا يعني أزمة أكبر لذلك أنا وأنت رأينا أنه أنقرة قالت في الأيام الأخيرة أنه لن تفتح الحدود وستحاول يبقى الألاف من النزحين داخل الأراضي السورية في المناطق الحدودية مع توفير الحماية ولكنها كانت نتيجة معروفة يعني الطريقة التي تقوم روسي فيها بالعملية العسكرية طريقة إفراغ المدن من المدنيين كانت معروفة حتى لدى تركيا لذلك يعني يسأل اليوم لماذا وصلنا إلى هذه النتيجة وإلى هذا الحد وإذا كان المانع الذي أوصل هو كما تفضل السيد بركات يعني أن التفاهمات هي داخلية لم تدول لم يكون لها غطاء دولي لماذا لم تستفد تركيا من تفويض المجتمع الدولي لها في فترة معينة ليكون هناك غطاء بالفعل لاتفاقات كهذه ويستطيع المجتمع الدولي المساعدة والضغط ربعا صحيح هذا مرتبط بنقطة أشار إليها قبل قليل أن أنقرة بمقدورها أن توقف هذه العملية العسكرية لكن أنا على ضوء هذا الطرح سجلت أكثر من ملاحظة الآن بشكل صريع ما الذي يمكن أن تفعله أنقرة إما أن تتحرك عسكرية تدخل بشكل مباشر ضد قوات النظام والميليشيات وتقطع علاقاتها تماما مع روسيا من الشق العسكري أقصد هنا هذا صعب جدا حتى لا أقول أنه مستحيل بالنسبة لحسابات تركيا أيضا في لوبة التوازنات إما أن تسارع تركيا للبحث عن دعم إقليمي غربي دولي بتنصيق معلوليات المتحدة الأمريكية بعض العواصم الأوروبية في موضوع الدب تحديد سبق وأكتبر كما تعرفين أنت أيضا كان في قمام رباعية عقدت بهذا الموضوع مع الأسف لم تخدم تركيا عندها مشكلة ثالثة أيضا الإسرع في عمليات يعني كحل كطرح تركيا سريع على الأرض موضوع المنطقة الآمنة أيضا مع الأسف وجدنا أنه لم نرى هذا الدعم لهذه الخطة لا إقليميا ولا دوليا حتى الآن الآن في نقطة مهمة على الأرض هذه اللعم كل هذا الآن الحراك السياسي والميداني برأيي أنا مرتبط بنقطة أساسية بأكثر من سؤال أيضا أنه موسكو تبحث بدرجة أساسية وسط هذه الظروف عن محاولة محاصرة أنقرة باتفاقية أدنى يعني تفعيل اتفاقية أدنى بين دماشق وبين أنقرة كبديل لكل هذه السيناريوات نتحدث عنها تحديدا في موضوع البنطقة الآمنة لذلك نرى هذه العرقلة هذه نقطة أولى في نقطة ثانية مهمة إلى جانب ذلك لا أعرف أنه كيف يعني ضيفيكي يقرأنا هذا الموضوع أنه مسألة وجود وليد المعلم في موسكو رأيي أنا الشخصي هي ليست صدفة رغم أنه الكثير من التحليلات سأعود إليك في هاتين النقطتين يعني موسعا لاحقا مقدم حمادو هل تعتقد أن المعارضة يعني شكلت عوائق معينة لتطبيق الاتفاق فوصلت تركيا إلى المرحلة التي يعني تركت فيها المنطقة لمصيرها نتيجة عوائق وضعت على الأرض هل كان هناك مثل هذا ما حدث يعني في إدلب لا أعتقد المعارضة يعني تمتلك يعني القوة لتقوم بوضع عوائق لخرق هذا الاتفاق لماذا؟ أولا المعارضة السورية لم تجد حليف حقيقي يقف بجانبها السورة السورية بشكل عام منذ انطلاقتها حتى الآن لم تستطيع أن تجد حليف دولي حقيقي جميع الحلفاء الدوليين هم يعني يراعون مصالحهم بالدرجة الأولى لا يراعون مصالح الشعب السوري ولا يراعون مصلحة سوريا أبدا هم يهتمون بمصالحهم الشخصية أما بالمقابل النظام استطاع أن يجد حليفاء دوليين مثل روسيا مثل إيران مثل الصين إلى آخره يعني اليوم الخروقات هي تأتي بشكل دائم والعوائق تأتي بشكل دائم من قبل الطرف المعادي الذي هو روسيا وإيران والنظام لماذا؟ لأنه يمتلك الترسان العسكرية يمتلك جميع صنوف الإسلحة بما في ذلك أسلحة الدقة العالية الجانب الآخر الذي هو سواء كان هيئة تحرير الشام أو قوات المعارضة السورية تمتلك السلاح الخفيف تمتلك بعض السلاح السقيل المهترق جدا الذي حصلت عليه كغنائم من المعارك التي خاضتها لا يوجد حقيقة توازن عسكري استراتيجي بين القوتين لا يمكن المقارنة لا يمكن المقارنة بين قوة كبيرة جدا وقوة عظمى مثل روسيا أن نقارن بها مجموعة من قوات المعارضة هذا الأمر جعل روسيا تتمرد أكثر وتضرب بعرض الحائط كل الاتفاقات التي حصلت سواء في سوتي وسواء في أسيتانا وجعلت النظام يخرق هذه الاتفاقيات وبالتالي هم من يقومون بالقصف وهم من يقومون وأنا أؤكد الآن لو حصلت القوات المعارضة السورية على المضاطات الجوية خلال أسابيع تستطيع قوات المعارضة الوصول إلى دمشق هذا هي المعادلة الحقيقية نعم سيد بركات يعني على ذكر أستنى ما جرى في أستنى الأخير ألم يكن كافيا لأن يكون هناك معلومات بالتصعيد الروسي الذي سيكون يعني هو التصعيد يعني بدأ بهذه الوطيرة المتصاعدة بعد اجتماع أستنى ألم يكن هناك فرصة ربما لتخفيف الأثر الذي حدث لا سيمة على المدنيين يعني لافرانتيف والجعفري كانا يتحدثان عن أن العملية مستمرة ألم يكن هناك توقع لتصعيد ومحاولة ربما لتجنب تبعاته يعني التصعيد كان متوقع منذ منذ بداية العملية العسكرية في إدلب وليس في مؤتمر أسيتان الأخير فقط ولكن أعتقد بأنه كان هناك يعني رغبة لدى الطرف التركي والمعارضة السورية أن تستمر الأمور الراهنة كما هي وعطاء فرصة لتطبيق بنود واتفاقيات وشروط سوتي ولكن يعني على ما يبدو أدرك الروس بأن هناك ربما تحرك حقيقي من قبل الأتراك والمعارضة السورية في إدلب من أجل فعلا بداية تطبيق هذه الاتفاقيات من قبيل بعض المحاصرات الاقتصادية للنصرة وبعض الأمور التي لاحظناها في الفترة الأخيرة من عمليات عسكرية محددة كانت تقام ضد النصرة ولكن هذا الأمر أعطى إشارات للروس بأن فعلا هناك تحرك حقيقي لتطبيق هذا الاتفاق ولم يعد بإمكان روسيا أن تستخدم النصرة كشماعة لتطبيق هذا الاتفاق ولكن بالمجمل لا أعتقد كما تفضل الدكتور يعني جرى تسريع العملية جرى ما يشبه تسريع العملية بفعل استباقا لأي قطوة استباقا لأي تحرك إيجابي من قبل تركيا والمعارضة السورية لتطبيق هذا الاتفاق ولكن بالمجمل لا يعني عدم وجود النصرة في منطقة محررة بأن روسيا والنظام لا يستطيعون إيجاد حجة أو أن هذه المنطقة لأنها لا يوجد فيها النصرة لا تستطيع روسيا القيام بأي عمل عسكري ففي درعة لم تكن هناك في الريف دمشق وفي حمص وإلى آخره فبالتالي هي حجة لا تعني إزالة النصرة هو ردء هذا العدوان وهذا ما كانت تقوله تركيا وفصال معارضة في كل مؤتمرات السيتان السابقة بأننا ما هي الضمانات إذ قمنا نحن بمحاربة النصرة وإزالة النصرة من إدلب ما هي الضمانات التي ممكن أن نأخذها من روسيا بأنها لن تقوم بأي عمل عسكري لم يكن هناك ضمانات حقيقية وكانها يعني ذلك لكن كانت ربما فرص عدم الدخول بهذه الطريقة بطريقة الأرض المحروقة ولكن هذا يعني أي حراك عسكري ضد نصرة في هذه الفترة يعني بأننا نقوم في حرب داخلية في إدلب تعني إضعاف الجميع تعني ضعاف الفصائل وضعاف النصرة وبالتالي هذا كان الهدف الذي يسع إليها النظام فبالتالي لم يكن هناك فعلا أي ضامن حقيقي يعطي أي مؤشر إيجابي لتركيا وللمعارضة التي تقوم بأي عمل عسكري ضد النصرة وهذا يعني عمل عسكري ربما يمتد لأشهر وربما يؤدي إلى سقوط طب إذا كان ملف النصرة معكدا إلى هذا الحد لذلك لدينا في المعارضة وجد نظر أخرى التعامل مع ملف الإرهاب لا يأتي بهذا الشكل لا يأتي بإرهاب آخر أو لا يأتي بقوة غاشمة أخرى لكي نتعامل مع ملف الإرهابي وهذا ما لاحظنا أيضا حتى أخبرنا فيها حتى تحالف الدولي بأن حتى التعامل مع داعش كان بطريقة أبشع من مقامة به داعش في المنطقة فقد أزالوا المدن من أجل محاربة داعش وهذا الأمر كنا نحن دائما نحذر به الأمم المتحدة نحذر به الحلفاء بأن لدينا طريقة للتعامل مع ملف الإرهاب عندما يكون هناك تحسين الوضع الاقتصادي في المناطق المحرضة عندما يكون هناك عمل المنظمات بشكل يجاب عندما يكون هناك محاصرة اقتصادي لهذه الفصائل فهي بطبيعة الحال تنحل من داخلها دون الخوض في عمليات وقتال أهلي ربما يمتد لشهر كل هذا الأمر لم يكن قادرين على القيام به كفصائل معارضة أو معارضة سياسية أو حتى تركيا عندما تصل روسيا إلى إشعال الأضواء الحمراء بهذه الطريقة لم يكن هناك أي أسلوب يمكن اتباعه من أجل دخولها إلى هذه المنطقة بخسائر بشرية يعني هذا الأمر لا يرتبط فقط في إدلب ليس فقط في إدلب عندما تأتخذ روسيا قرار في دخول إدلب أو ببدء العملية العسكرية ليس فقط الموضوع هو إدلب هي ترتبطه بكثير من الملفات حتى خارج سوريا وليس فقط في سوريا هي تربطه في شرق الفراد هي تربط هذا الأمر في الصراع التركي الروسي في ليبيا هي تربط هذا الأمر في ملفات داخلية بينها وبين تركيا كل هذه الأمور تؤثر على سرعة ووقت اتخاذ القرار يعني تعتقد أن عملية شنت بهذه الطريقة المتصاعدة والدراماتيكية يعني في الأيام الأخيرة دون موفقة من تركيا بالمطلق أنا لا أعتقد بأن تركيا ترغب بأن تكون هكذا عملية تؤدي إلى نزوح مئات الألاف إلى حدودها وتؤدي إلى محاصرة نقاط عسكرية لها وتؤدي أيضا إلى خسارة سمعة داخلية في سوريا وسمعة دولية بأنها ضامن أن توافق على هكذا عملية بهذا الشكل ولكن ربما الظرف الذي وضعت به تركيا الظرف فرضت نفسها كضامن والضامن لا يعني أنه يقاتل عنك ولا يعني بأنه يتواجد عنك في المناطق لكي يحمي هذه المناطق إنما يضمن إنسانيا ويضمن عسكريا هذه المناطق لكي لا يكون هناك تدخل ولكن عندما يتفوق الأمر على الضامن عسكريا وتتفوق الجهات الأخرى سياسية من خلال مقاطعة تركيا في الدولة يعني أوروبيا وأمريكيا والمجموعة العربية فأنت وضعت تركيا في موقف محرج فرضت عليها بأن لا تتخذ موقف عسكري ولو كان هناك موافقة تركية على هذه العملية العسكري لما وجدنا أن وفد تركيا حاليا في موسكو يفاوض الروس من ثلاث أيام على إيقاف العمل العسكري طيب على كل الأحوال سنعود إلى النقاش لكن بعد فاصلا قصير أهلا بكم من جديد نعود لمناقشة مستقبل إدلب بعد العملية العسكرية التي تجري الآن دكتور صالحة أعود إليك بالسؤال عما يتعلق بتزامن وجود الوفد التركي وموسكو في روسيا والذي على ما يبدو ليس صدفة كما تفضلت منذ قليل ما الذي قد تريده روسيا اليوم أن يصل إليه الطرفان أثناء وجودهم هناك يعني صحيح كما قلنا في البداية أنه روسيا الآن من خلال هذا التصعيد وهذه الخلقات تحاول أن ترسم أو تطرح خارطة طريق سياسية جديدة لن تكن برأي مرتبطة فقط بالتطورات في إدلب بل قراءة جديدة في التعامل مع الملف السوري ككل ملف الأزمة السورية ككل هذا احتمال طبعا لا أملك الوثائق أو ما يؤكد هذا للطرح لكن في أكثر من مؤشر يذهب بهذه المنحة لماذا نقطة أولى أساسية حقيقة علينا أن نقبلها أنه سوشي على ضوء هذه التطورات العسكرية والميدانية الآن برأيه باتة يعني يتراجع حتى لا أقول انتهى يعني من الصعب بالعودة حتى إذا ما كان فيه تفاهمات تركية روسية القول أنه إحياء وتفعيل تفاهمات سوشي مسألة باتت شبه مستحيلة الآن الحديث عن هدنة أمنية عن وقف إطلاق نار يعني إذن أين كل هذه التفاهمات تحت سوشي أين مناطق تخفيض التوتر أين هذه المهام المتفق عليها تركيا وروسيا في منطقة إدلب وجوارها هذه نقطة أولى طبعا أجيب على الأسئلة التي طرحتها الآن في عنا نقطة برأيه أيضا مهمة على ضوء النقاش يعني علينا أن نذهب بأسرع ما يكون إلى عملية نقض ذاتي تركيا في البداية عملية نقض ذاتي ليس وقت في موضوع التطورات الميدانية والعسكرية بل في طرح الاستراتيجيات التحرك لأنه يبدو أنه عندما نصد إلى طريق مزدود في سوشي بعد أشهر طويلة من التفاهمات وتكون النتيجة هي القائمة اليوم برأيه معناة أنه في عنا مشكلة أساسية في التحليل في القراءة في المتابعة أنا لا أظن إطلاقا أن روسيا هي التي تستطيع أن تغدع الجميع وتورطهم ثم تفعل ما تشاء على القرض علينا نحن أيضا نكام الجزء من المسؤولين ربما هنا المشكلة أن كانت الاتفاقات والتفاهمات تأتي كرد فعال على تطورات الميدان وما حدث في إدلب حدث بعد أحداث شرق الفرات والتقدم في نبع السلام وما جد عن ذلك من المشكلات ربما بين روسيا وشركيا مهم أقبل هذا الكلام لم لا اعتراض لي لذلك أيضا من الضروري هذا ما كنتم سأقول لك الآن الربط بين العمليات العسكرية الثلاثة التي نفذتها تركيا في شمال سوريا والآن إضافة موضوع إدلب إلى كل هذا النقاش في عملية النقد الذاتي التي ستقوم بها مفترض أن تقوم بها أنقرة والإخوة في المعارضة السورية لماذا لأنه في عنا أزمة كما يبدو المسألة ليست فقط يعني أنا لا أتفاق أنه السلاح سيحسم المسألة لأنه في عنا ثقل سياسي أيضا ينبغي كنا أن نرى هذا ثقل سياسي يتحرك على الأرض بشكل أو بآخر يقدم خدمات إلى الشعب السوري الثائر لم نرى ذلك مع الأسف على الأرض يعني رمي الكرة في ملعب طرف وترك طرف آخر أنا لا أقول أنه أحدا يريد أن يقول أن تركيا تحمل مسؤولية أنا أقول أنه في أكثر من لاعب محلي وإقليمي ودولي في بداية الثورة ذهب بمنحة تراجع عن هذه الموقف وهذه السياسات وترك المعارضة والتركيا في هذه الورطة في هذه الأزمة لذلك عملية النقضة الذاتية السريعة باختصار يعني في الاستنتاج أنه لذلك موسكو الآن تستفيد تماما أنه وليد المعلم في موسكو سادات أونال في موسكو بشكل غير مباشر ربما الآن كان في نقاش تركي روسي والنظام موجود أنه ما ممكن أن يحدث أن يتم في المرحلة المقبلة لذلك المرحلة المقبلة مهمة جهوزيا للطرفين التركي والمعارضة مهمة للغاية برأي ما جرى شرق الفرات ربما بني بشكل أو بآخر على اتفاق أدنى وكان النظام طرفا فيه هو صار هناك أيضا نشر لقوات النظام هل تعتقد أن اتفاق كهذا وكما تفضلتم منذ قليل يمكن أن يكون له أثر أوسع على كامل الحدود اتجاه الغرب يعني هل ما يمكن أن يتفق عليه في إدلب وامتداد الاتفاق أدنى نقطة في غاية الأهمية ربما في شكل اتفاقية أدنى أدنى قد أتفق معك لكن علينا أن نقبل أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية رغم غيابها في شمال الغرب سوريا ما زالت ناشطة وقوية في شمال الشرق وفي شرق سوريا تحديدا لذلك علينا أن نأخذ ما تريده واشنطن بعد الآن بعين الاعتبار الآن في توتر تركي أمريكي إذا نجحت أنقرة وموسكو الآن في هذه الاتصالات في ربما رسم خارطة التحرك الجديد كما قلت في المنفس السوري ككل عندها سنقول نعم الآن في عنا خيارات بديلة لكن علينا أن نأخذ دائما بعين الاعتبار أن أمريكا ما زالت تملك ورقات قصد يعني نعم النظام الآن قصد فيه من الممكن الحديث بهذا الشكل لكن واشنطن ما زالت تملك هذه الورقة في شرق سوريا وتستطيع أن تؤثر فيها هل لدى تركيا فكرة أن النظام قد يساعدها في هذه الورقة أكثر لذلك تتصل معه إلى تسويات أسرع ليس الآن ليس في هذه المرحلة تحديدا يعني يكون هناك مقابل الجلوس مع النظام هذه نقطة ثانية في المرحلة المقبلة الآن كيف تتقدم الأمور على الأرض ليس فقط مدنيا بل سياسيا أيضا وهذا سيساعدنا أكثر فأكثر في الإجابة على السؤال الذي طرحته أظن في هذه المرحلة تحديدا اليوم لا نستطيع أن ندخل في تحديل حاسم ونهائي حول هذه المسألة نعم مقدم حمادو إلى أي مدى الخرائط التي تحدثت عنها منذ قليل والمدى الذي تريد روسيا والنظام الوصول إليه عسكريا يجعل مناطق ذرع الفرات وغصن الزيتون مكشوفة هل يمكن أن تكون هذه المناطق هدفا تاليا بالنسبة لروسيا لا أعتقد ذلك هناك تفاهمات بين روسيا وتركيا حول هذا الموضوع الهدف بشكل عام للعمليات العسكرية الروسية هو منطقة إدلب وأنا أعتقد العمليات العسكرية مهما حصل من تفاهمات ستبقى مستمرة وستبقى هناك خروقات يعني الروس بشكل عام يريدون الإجهاض على الثورة بشكل كامل يعني لا يهمهم مهما حصلت عمليات النزوح ومهما هجر الشعب السوري ومهما نكّل بالشعب السوري هذا الموضوع بالنسبة لهم لا يهمهمهم أعتقد العمليات العسكرية ستستمر لو حصل الآن هدنة حول هذا الأمر وتم إيقاف إطلاق النار سيستأنف الروس عمليات القصف وسيستأنف النظام البراميل المتفجرة على المدنيين وهذا ما يحصل بشكل دائم هذا نراه ونشاهده ونسمعه بشكل دائم هذا الأمر لن يتوقف ولا يمكن حسم هذا الموضوع وأنا أعتقد العمليات العسكرية في منطقة إدلب ستطول ربما لسنوات حسب اعتقادي وربما يتم دعم المعارضة يعني حسب المقاومة التي تجدها على الأرض الآن حسب المقاومة التي تجدها على الأرض الآن يمكن بالفعل أن تأخذ هذا المدى الزمني يعني هناك من يقول أن بعض القرى والمناطق يبدو أنها سلمت تسليما هذه وجهة نظر مطروحة اليوم نعم نعم عندما يتم احتلال 40 قرية في ريف المعارضة رغم أنهم حصلوا على بعض المواقع وتم استردادها نظرا للعامل الجغرافي الموجود في تلك المنطقة يعني اليوم صدقا التكهن في حسمية هذه المعركة هو ليس بالأمر السهل أنا أعتقد أن هذه المعركة ستطول جدا وربما سنتفاجأ بأمور لا تخطر على بالنا جميعا من عمليات عسكرية جديدة ونوعية لقوات المعارضة طيب مقابل في المستقبل نعم مقابل هذه العمليات هل تعتقد أن تركيا في وارد أن توسع أيضا عملياتها شرق الفراث هل يمكن أن نشهد نبع السلام اثنين على سبيل المثال في منطقة مثل عين العرب هل يمكن الوصول إلى تفاهمات كهذه بين الأطراف هذا الأمر يتم ضمن تفاهمات دولية يعني تركيا اليوم كقوة كبيرة في حلف الناتو كدولة يعني لا يمكن تجاوزها لا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ولا من قبل الاتحاد الأوروبي لديها أوراق قوة كبيرة جدا تستطيع العمل بها تركيا تستطيع اليوم أن تفعل المزيد وتقدم المزيد في خدمة الشعب السوري ولكن هناك كما قال الأخ الدكتور صالحة هناك بعض القيود السياسية التي يجب أن تحسبها أنقرة بشكل جيد لتقدم على هكذا خطوة نعم سيد بركات ما هي خيارات المعارضة السياسية اليوم يعني أي انسحاب اليوم من العملية السياسية من هيئة التفاوض إلى آخره ربما يضغط على روسيا بشكل أو بآخر لأن روسيا تود بقاء الطرف الآخر أمام المجتمع الدولي بالتفاوض هل تعتقد أننا إذا كنا نخسر أوراقا على الأرض اليوم فمن الممكن أن نضغط سياسيا بطريقة أخرى يعني عسكريا لدينا خيار سوى الصمود حاليا صراحة حتى ربما تتغير مستقبلا أو في الأيام القديمة القادمة وبعض المعادلات ميدانيا ولكن سياسيا تستطيع المعارضة أن تناور في عدة أمور وخاصة فيما يتعلق بمسار اللجنة الدستورية في جنيف وتستطيع المعارضة من خلال حش الضغط دولي وهذا ما نسعى إليه صراحة أننا منذ بداية تقريبا العام هذا ونحن نقوم بجولات دولية أوروبية وأمريكا وحتى الدول الأسوية والدول العربية من أجل حش الدعم دولي لتثبيت نقاط المراقبة التركية ولكن على ما يبدو كانت الخلافات بين هذه القوة أكثر من أننا نستطيع الحصول على الموافقات كما أيضا حاولنا قدر الإمكان أن يكون هناك مجموعة دولية تضغط باتجاه روسيا سياسيا ودبلوماسيا وكانت دائما الردود الأوروبية والأمريكية بأننا لا نستطيع أن نضغط على روسيا سياسيا أو دبلوماسيا من أجل إيقاف عمل عسكري هي تعتبره بأنه شرعي وتقوم بفرض سلطة النظام وفرض سلطة القانون على المناطق الخارج عن سيطرة الدولية كل هذا الأمر صراحة رتب لهذه العملية وأنعكسه بشكل سلبي على الوضع في إدلب ولكن خياراتنا أعتقد بأننا ربما تنحصر فقط في المرحلة في موضوع اللجنة الدستورية يعني هو الأمر الوحيد الذي ممكن أن نتخذ به قرار بربط المشاركة بإيقاف العمل العسكري في إدلب ولكن بالمقابل النظام أيضا هو يسعى دائما بأن يثبت للمجتمع الدولي بأينا أيضا المعارضة عرقل العملية السياسية وتعرقل اللجنة الدستورية وكتابة الدستورة وبالتالي نضع له أيضا ربما فرصة سامحة لكي يستمر في العمل العسكري لذلك كل الخيارات منضبطة ومتعلقة بتغير مفاجئ ميداني وهذا التغير مفاجئ لا يأتي صراحة من قبل المعارضة فقط يجب أن يكون هناك تمهيد بدعم دولي حقيقي وخاصة من تركيا ويكون أيضا هناك تحرك عسكري حقيقي في تركيا هل هناك حال خوصرت نقطة عسكرية بشكل كامل إذا كانت المعارضة خلال العملية كهذه لم تستطيع الضغط داخل تركيا التي تحتضنها اليوم من أجل رد ما يحدث في إدلب أو حتى الوصول إلى تفاهم على الأقل بوتيرة أسرع مما حدث يعني نحن منذ بداية العمل العسكري في إدلب نقرأ الأمور في إدلب وكأن التركيا هي المسؤولة فقط والمعارضة هي الضحية الأمر يتعلق صراحة بأن المجتمع الدولي جميعهم مسؤول ليس فقط تركيا هي المسؤولة عن إدلب وليس المعارضة هي التي عليها أن تحارب حتى تفنى وهذا الأمر من الصعب أن نجده حاليا ميدانيا يعني أن تنسح بالمعارضة من مناطق معينة هذا لا يعني بأنها يجب أن تبقى في هذه المنطقة حتى تفنى القوى العسكرية الموجودة فهوى تكتيك عسكري إلى آخره ولكن علينا أن نحمل المسؤولية ليس فقط لتركيا هناك كل الدول التي ضمنت وهي أصدقاء الشعب السوري من مؤتمر مراكش 2012 الذي كانت تحضره 120 دولة والتي اعتبرت بأن المعارضة والاقتلاف هو ممثل شرعي ووحيد واعتبرت بأن الثورة السورية هي ثورة شرعية وبأن النظام زائل وكنا نسمع ونتغنى بهذه الكلمات بأن أيام النظام معدودية هذه القوى عليها أن تأخذ دورها صراحة ولكن كما قلت في بداية الحلقة بأن على ما يبدو الخلافات بين أصدقاء سوريا هي أكبر من أن تستطيع الثورة أن تجمعها لم تأخذ هذا الدور على الأقل خلال الفترة الأخيرة طيب تحدثنا منذ قليل عن تسريع العملية العسكرية وإمكانية أن يكون لأمريكا دور في هذا التفاهم هل تعتقد أن أمريكا يمكن أن تتدخل في هذه المرحلة وأن روسيا تحاول التسريع بالفعل على الأرض لأنها تستبق محاولة مع أمريكا لإنهاء الحل السياسي أو إنضاج لنقل الحل السياسي لم نلاحظ أي مؤشر من أمريكا بأنها ربما تدخل بهذا الأمر بشكل مباشر بكل الجولات واللقاءات التي عقدتها المعارضة مع الولايات المتحدة الأمريكية سواء في إسطنبول أو في جينيف أو حتى في واشنطن وجدنا بأن هناك ربما انكفاء أمريكي وتعامل سلبي أمريكي مع المعارضة بالزاد ومع الائتلاف والجيش الوطني كتحديد أكثر خاصة مع بدأ عملية نبع السلام كان هناك ردود فعل سلبية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأمر نعكس على كل المواقف الأمريكية تجاه الملف السوري وهذا ما وجدناه الآن في إدلب الأمريكان في إدلب الآن لا يتدخلون هناك انكفاء وما يعني ذلك بأن أيضا الأوروبيين لن يتدخلوا والمجموعة العربية لن تتدخل أعتقد بأن عملية نبع السلام ربما لأن المعارضة وقفت مع هذه العملية السياسية والعسكرية ربما الأوروبيين والأمريكيين يحملون أعباء هذا الوقوف مع تركيا دكتور صالحة هل تحاصر تركيا اليوم في سوريا أم أنها هي من تريد هذا الدور هل نستطيع القول أن روسيا اليوم قادرة على تهميش الدور التركي وحصره بالمصالح التركية فقط في سوريا بدل الدور الذي كان ربما ينتظره جانب من الشعب السوري روسيا الآن لاعب أساسي يملك الكثير من الخيوط اللعبة في الملف السوري هذه حقيقة موجودة شيئا ما بينه لكن لا أظن إطلاقا أن أنقرة لا تملك أيضا أوراق كثيرة قادرة على تحريكها ضد روسيا في التعامل مع الملف السوري وفي حماية التزاماتها حيال المعارضة السورية بدرجة أساسية لماذا لأنه هذا سينعكس ليس فقط على علاقات بين القيادات السياسية التركية في العدالة والتنمية وبين المعارضة هذا سينعكس بشكل أو بآخر على شعبية العدالة والتنمية في الداخل التركي نقطة أولى الآن في نقطة ثانية مهمة أنه الآن نعم الملفات باتت شبه متداخلة يعني عندما تطرح أنقرة موضوع سوريا تناقشه مع الروس لا يمكن إطلاقا ترك بقية الملفات الثنائية والإقليمية جانبا الملفات باتت متشابكة متداخلة يعني الآن ملف سوريا نعم لكن إلى جانبه عندما تناقش أنقرة هذه المسألة تناقش أيضا تأخذ بعين الاعتبار أيضا موضوع شرق المتوسط موضوع مسار ومستقبل الملف الليبي على الأرض موضوع الطاقة موضوع مصاريح حياة تجارية مع روسيا أكثر والعكس صحيح بالنسبة لروسيا أيضا لذلك في عنا فرصة نعم يعني المسألة الآن على الأرض نعم في توتر في الدب مهم جدا ينبغي بأسرع ما يكون إيقافي لكن كما قلت لك قبل قليل علينا الآن أن نستفيد من الدرس في تركيا وفي معرضة تحديدا لطرح الاستراتيجية التحرك في المرحلة المقبلة الآن تركيا باختصالا وإساء نهين عندها أزمة عندها هي الأخرى في الملف السوري عندها منطقة آمنة تريد إن شاءها لم تستطع حتى الآن تحقيق أي إنجاز عندها شرق الفراد مع الولايات المتحدة الأمريكية علاقات متوترة كيف استقدم النهور لا نعرف نعم قبل الختام وقبل أن أشكر ضيوفي جعلنا استطلاعا للرأي على صفحة تلفزيون سوريا على يوتيوب وكان السؤال هل سنشهد تحركا دوليا ضد جرائم روسيا والنظام في إدلب وصوت أكثر من 7000 شخص على هذا التصويت ويعني 12% منهم قالوا نعم و88 لا يبدو أن هناك فقدان ثقة بإمكانية التحرك من قبل المجتمع الدولي وهذا ربما من حق السوريين في هذه المرحلة في الختام أشكر ضيوفي في السوديو الدكتور سمير صالحة أستاذ العلاقات السياسية والدولية والسيد عبد المجيد بركات عضو الهيئة السياسية في الاتلاف الوطني السوري وشكر أيضا لضيفي من أنطاكيا المقدمة محمد حمادو القائد السابق في الجيش الحر الشكر أيضا موصول لكم على طيب المتابعة إلى اللقاء الأربعاء القادم في موضوع جديد اشتركوا في القناة